في ذروة نوم المواطنين وطمأنينتهم تضرب القدم الهمجية المكان وتطرق أيدي العابثين أبواب الآمنين ويسيطر الإرهاب الليلي مدينة الأسود رام الله تحت الاقتحام نحو 13 جيبا عسكريا وشاحنات أخرى عسكرية ترافق القوى المقتحمة والهدف المطابع ودور النشر فهذه المطبعة بلغت خسائر مالكها نحو مليون شيقل موزعة على عدة اقتحامات ومصادرات لمعداتها سابقة الاحتلال يلهث دوما إلى استحداث طرق جديدة لمطاردة الفلسطينيين والتضييق عليهم فإلى جانب الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية تأتي سياسة إغلاق المتاجر الفلسطينية وحرمان من يعتاشون من ورائها من مصدر رزقهم الوحيد على خلفية تهم ومزاعم ملفقة وفضفاضة جينا هون كنا أنهم صادرين عدة مواكن للطباعة هاي المرة مش الأولى المرة الثالثة تقريبا باكتحموا المحل وبيصادروا المواكن اللي فيه وقالات الطباعة المحل تقريبا بعيل خمس أسر أو ست أسر من العملين فيه وما فيه أي عمل بحرض على الاحتلال أو غير احتلال نهائيا وفي الوقت الذي كان الجنود يعيثون فيه فسادا كانت شوارع المدينة في الخارج تلتهب صمودا وتحديا للإقتحام عدد من الإصابات في صفوف الشبان بالغاز المدمع وإصابتان بالرصاص المعدني خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في أكثر من مكان جاءوا إلى هنا سابقا واليوم يعودوا بإرهابهم وعدوانهم من جديد عدد من العائلات والأسر تقتات من هذا المكان ليكن المشهد تشريد للعائلات ومحاربتهم في رزقهم هو العدوان والحرب على دور النشر والإعلام من إحدى المطابع في مدينة رمالة علي دار علي تلفزيون فلسطين